إذن نعود نقول لك عمي حمد نعود نقول لك عمي حمد ما يسمعش مليحلي ذلك حنرفع صوتي قليلا وشراك عمي حمد خير الحمد لله من الكوخ اليوم راك في الدار رحنا جيناك للدار الجديدة فرحنا لك بزاف عمي حمد احكي لنا وحكي للمشاهدين كيف شراك اليوم على وش نقول نقول كثير خير كوم كثير خير أخويا هصام بزاف بزاف صحيح كان ينرشكي ونسبح لولاده ويجي لقل عندي صح وكسر خيرا بنتي عاطيناك نعم واباها واماها خلتي فاضي لك ذلك السيدة ليش في نهاري قيمة بيك تطيلك الماكلة تغسلك وتحضرك هكذا عمي حمد احنا نشكروهم من هذا المنبر الحمد لله الجزائر ما زالها بخير لأنه فيها ناس طيبين كما هذا نعم أرى كم أبقى معاها ورا قيمة بيك كما بنتي الحمد لله وعم احمد حبيت فقط نسأل لي أنه واحد ما تصل بيك ما عودوش تصلوا بيك الأهل ديالك آخر مرة قلت لي أنه واحد ما تصل بيك وإنما كاي الناس عيطوا لك قالوا لك بليحنا عنا نكوة وحدة كيف العائلة اللي تصلوا بيك قالوا لك أنه النكوة ديالكم كيف كيف ها هو بعد ما زادوش بالو جاء واحد وليد عمي ما نعقلوش قاع نعم قالت روح معي وكلم فقدش اروح ما حبيش تراه هو عميش أهلش لا أركب هو إنسان زوالي يرفدني ولا يفد بروحه بارك الله فيه نعم ها كذا ولكن جاء ليك على الأقل جاء عندك جاء صحيح واتفقدك قال لي اخترافران وليلي هذا أنا كي زادة كي زوج عمي هذا جابني استطور تعالي ولاد عمي شو هذا زوج ثم قال لي بابك كيف حي يجابه صغارها كذا وكبره وجاء لي تصور تعالي مثالي لا يحمل وهو ما كانش على بالو بلي رك تعايش فهدك الكوخ ما كانش على بالو وين رك كنت عايش ما على بالو ما على بالوش إذن من خلال برنامجنا العيلة ديالك ربما تعرفوا وعرفوا المأساة والمعاناة اللي كنت فيها قلتك هذا اللي دعمني أنا خلت مزاج كان مازال مزاج هكذا كوشاف البرنامج وجيد ديك وقلت لنزوالي كي سمع هكذا جاء بسق سوجة ربي جازيه إن شاء الله وكتر خير وحنا نوجهه له تحية من هذا المنظر بقنا مشي بيانبه ما نروحش معاه نروح معاه بس صح هو ما كيش ولا ما كيش ما حبيتش تعبه قالوا كما قالوا حاشا كتعبك لي هذا قالوا تامير وانامير وش كل سوق الحمير هذا فهمت هذا المقصود فهمت المقصود بشي ما تكبرت عليه ولا الله لا أبدا حاشا هيا فهمناك طبعا ولا ولا لا لا صحا وشيخ شمس الدين قال لك بارك الله وفيك عجباته هذه الفكرة وحبيت ندير تعليق أن هذا ولد عمه ولو هو فقير وما عندوش وزوالي كما قلت أنت رحلي ولكن جالك وعرض عليك جيتعيش عنده ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شوح نفسه فأولئك هم المفلحون هذو هم رجال تعدزير الحقيقيين أنا راني سعيد اليوم لأني راني أعيش مع الأبطال الحقيقيين تعد بلد هذو ما الأبطال نجوم كما قلت النجوم الحقيقيين ماشي النجوم المزيفين ليوا السختوننا ودنينا بالهدرة هاهو الفعل الحقيقي يشوف خواه حاصل يجيليه شوفي عقد عائشة صفحة فيسبوكية اسمها كن أنت المثل في الأخلاق قيسيها مع مئات صفحات على الفساد وتلكدب والنفاق والتفريقة بين الشعب الجزائري هاهو ناس داروا صفحة اسمها كن أنت المثل في الأخلاق ومن جملة المثل في الأخلاق أنهم هما لرعاوه هذا الشيخ وهما ليعرفوه بالقناة والقناة انتقلت إليه وتحرك أهل الخير وهذا الشيخ اليوم إن شاء الله تحت السقف وفي بيت محترم هذا هو فائدة استعمال الإعلام بما يفيد الناس وليس بما يدمر العلاقات الأسرية الحمد لله يا ربي تحية لوليد عمك يا سيدي أنا عامين وإن هناك ابني مشهوش على عيني سبيطار إن هذا وجود الدوسي وكلش قريح تربع ثولك ما كاش لحد الآن وما زل الدوسي دار في سبيطار نعم تفضل شيخ حبيت باكن نبه لأن بعض المشاهدين كي يسمعوا باللي عمي أحمد كان فيه كوخ أم يرى بلك يرام يتخيلوا كوخ كي ما نعرفوا الأكواخ شافوا الصور الله يرضى عليك يا ودي رانا باكن نسموه كوخ يعني أما هو ما يتسمىش كوخ لأن الكوخ الحقيقي يرام الناس يتقضي فيه العطل أم دي بانغالو يعني حاجة أروع ما يكون هذا الرجل كان في شيء نحن نسميه كوخ ولكن الحقيقة بعيد عن كل ما يسمى كوخ يعني نعم عمي أحمد وإن شاء الله البرنامج ديالنا رح يكون فرصة باش نوجه رسالة القائمين على المستشفى بنيم السوس نعم لا سبيطار بنيم السوس هكذا على الأقل يخرجوا الملف ديالك عامين هو حبيث الأدراج باش يجري عملية جراحية لعينو الحد الآن ما تحركوش أنا ولكن ekipine كيف 낚مت قد جي من نمره تاعت وانا short وانا رجلو كان غالطة نعم غالطة من деле وين الغالطة قلت جي من النمره تاعت عن انسان بعد نيلة قال يسرقو للتتييفون يعني الانسان هذا سرقو للتتييفون ليعطف له ما يقموا آپ يعني السبيطر ملقوش وين يعيطولك السبيطر ملقوش تليفون يعيطولك فيه ديت لهم نمرو تعسيد والسيد سرقوا للتليفون إن شاء الله يا ربي إن شاء الله هاد الميلة في عودوا يخرجوا عمي حمد وإن شاء الله تدير العملية الجراحية لعينة ما في عود تجبل دوسيرة في عامين لا لا إن شاء الله عمي حمد خليني نقول هذا السراق لي سرق التليفون لي عمي حمد مدى رقم انتاعه للمستشفى لازم تعلم باللي السرق انتاعك تاكان من نتائج التحاعم محمد عامين وهو يتألم من عينه نعم صحيح ما تنساش هذه سنتين ورجل قاعد أعمى من عينه بسبب السرق انتاعك حسبنا الله ونعم الوكيل لا لا إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي حين يتحركوا إن شاء الله يعودوا يجب دوا الميلة في ديالك ودير العملية الجراحية وتعود سوف إن شاء الله هكذا عمي حمد دير ثقافي ربي نساء الله بحيح أكيد ربي فرض نساء الله نساء الله